أحوال التقس من قناة النهار سباح الخير عليكم مشاهدين إذن خلال نهار اليوم ويوم الغد الاثنين إن شاء الله سيكون في ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى ستتعدى 32 درجة خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى الغربية أكثر تفاصيل عن الوضعية الجوبية نبدوها بصورة القامرة الأسناعي توضح أن تشكل أو جوى صافية مستقرة على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية حالة أو توقعات حركة الرياح ستكون قوية نوعا ما خاصة على السواحل الوسطى والشرقية ستتراوح بين 40 إلى 50 كم في الساعة المناطق الجنوبية دائما نبقى منسجل تطاير زوابع رملية توقعات الوضعية الجوبية بإذن الله خلال ظهيرة اليوم الطقس سيكون مشمس مستقر على أغلب المناطق الشمالية وحتى الولايات الجنوبية أما درجات الحرارة القصوى فالأجوة ستكون حارة بامتياز فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن وخاصة تحديدا على شلف غريزان البليدة إن شاء الله تقارب إن شاء الله حتى 32 درجة 28 درجة لما عسكر تلمسان وهران عينتي موشانتو أمستان 23 درجة للجزائر العاصمة نفس المقياس بالطرف 27 درجة نحن سجلوها بالأغواط وبسكرة 23 درجة للنعمل بيض بيتنا وخنشلة حوالي 21 درجة بالنسبة لقصنطينا الولايات الجنوبية أيضا أجوة ستكون حارة 43 إلى 45 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائري 35 درجة لإيريزي جانات نفس المقياس بتمنرس 34 درجة لإنصالح أدرار وكذلك بتندوف 31 درجة لبشار وبني عباس و30 درجة لغردية بينما الوادي وأولى الجلال كذلك تقرد ستصل إلى حوالي 29 درجة توقعت الوضعية الجنوبية بإذن الله خلال ليلة اليوم فالتقسي كنصافي مستقل فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية مع احتمال تشكل بعض السحب العابرة بدون فعالية درجة الحرارة الدنيا المسجلة بإذن الله خلال ليلة اليوم سنسجلوا في حدود 25 درجة كعلى مقياس بما يخص البناطق الجنوبية ببرجباجي مختار وإنجزان 20 درجة لإليزي جانت 16 درجة لإنصالح أدرار 15 درجة لبشار تندوف كذلك بحسيم سعود 14 درجة للجزائر العاصمة ستصل إلى 11 درجة على وهران 14 درجة على تيزيوزو والبويرة 11 درجة بالنسبة لكل من تيسم سيلة بوسعدة 10 درجة على قسنطينة وأم البواقي 9 درجة على إن شاء الله باثنة و15 درجة على وليت المسان بما يخص إذن توقعات حالة البحر سيكون إن شاء الله هائج على أغلب السواحيل الوطنية وريح ستكون قوية تتراوح بين 50 إلى 60 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح بين المتر إلى المترين على كافة السواحيل الوطنية وفي الأخير نختم ونشرتنا الجاوية بوراقة المعلومات الفلكية لتخص غروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه توقعات حول التقص المرتقبة خلال نحار اليوم بإذن الله أشكركم على كرم الإسراء والمتابعة أمانيلا ترجمة نانسي قنقر